اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد الا ان القرار لم يمنع بعض المدن من اقامة الصلاة مع الالتزام بقواعد التجمع منها التباعد وارتذاء الكمامة وذلك للحد من انتشار الفيروس وانا اليوم قمنا صلاة العيد بالساحات العامة ويكون متباعدين عن بعضهم ويكون لابسين كمامات واجراءات احتياضية كل ان شاء الله افقوا بيها جميع الحاضرين داخل الصلاة العيد فيما قررت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بحكومة الوفاق عدم اقامة الصلاة بالمساجد او الساحات العامة وذلك بعد التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لمجابات فيروس كورونا الذي بيّنت خطورة المرحلة الحالية بعد تقارير صعود مؤشر تفشي عدو الفيروس في عدة مدن ومناطق ليبية وعدم التقيد بالارشادات الاحترازية وفي الشرق سمحت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابع للحكومة المؤقتة بإقامة صلاة عيد الأضحى في ساحات المساجد مع اتخاذ السلطات جميع التدبير الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء في هذا الوقت لا تزال موجة الوباء تستشري في ليبيا حيث لا يزال كورونا يحصل عديد من الحالات التي بلغت أكبر معدل منذ وصوله إلى البلاد حيث تخطت حاجز المئتي إصابة لليوم الثاني على التوالي الوضع يزداد سوءا في ليبيا جراء ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حيث لليوم الثاني على التوالي تخطت ليبيا حاجز المئتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما أحصل مركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة مئتين وستة عشر إصابة جديدة بالفيروس خلال أربعة وعشرين ساعة كأعلى حصلة يومية لإصابة كورونا في البلاد منذ ظهوره في مارس الماضي علما بأن المركز سجل الخميس مئتين وخمسة إصابات المركز قال إنه تسلم تسعمائة وثلاثة وثلاثين عين للكشف عن الفيروس ليتبين سلبية سبعمائة وسبعة عشر عين بينها ثماني حالات شفاء وإيجابية مئتين وستة عشر عين موزعة بواقع تسعة وخمسين حالة جديدة ومئة وسبعة وخمسين حالة لمخالطين إلى جانب تسجيل وفاة حالتين بهذا الإعلان تسجل ليبيا ثلاثة ألاف واربعمائة وثمانية وثلاثين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهوره في البلاد بينها ألفين واربعمائة وواحد وستين حالة نشطة وستمائة وأربعة حالات شفاء وثلاثة وسبعين وفاة مرة جديدة يستحوذ التوازن العسكري في ليبيا على اهتمام الصحافة الفرنسية التي تساءلت بالعنوان العريض عن إمكانية سمود ما أسمته بالسلم المسلح في محوري سرد والشفرة استحوذ التوازن العسكري الذي ظهر تدريجياً بين المعسكرين المتنفسين في ليبيا على خلفية تردد تركيا في شن هجوم على سرد للوصول إلى الهلال النفطي على اهتمام الصحافة الفرنسية فقد اعتبرت صحيفة لكوال فرنسية مدينة سرد القفل الاستراتيجي للوصول إلى الهلال النفطي في قلب معركة شريسة من أجل النفوذ أضفت الصحيفة أن القرار في شن هجوم على المدينة بات ثقيلاً على أنقرة بحكم أن تكلفة العملية أصبحت عالية جداً في المقابل قامت مجموعة فاغنر بما يلزم لضمان عدم قدرة قوات حكومة الوفاق بدعم من تركيا على الهجوم وعلى الرغم من المشهدية الضبابية هذه يستمر الحوار بين تركيا وروسيا وتعتبر الصحيفة أن أنقرة قد تكون منفتحة على خيارات أخرى لحكم سرد غير السيطرة الكاملة من قبل قوات حكومة الوفاق وفي هذا السياق فإن الضوء الأخضر الذي أعطاه نواب المصريون لتدخل محتمل في ليبيا يقصد به أولاً أن يكون رادعاً صحيفة لوفيجارو الفرنسية رجحت سمود ما وصفته بالسلم المسلح غير المستقر في الوقت الراهن في ليبيا ويقوم بشكل أساسي على المفاوضات بين تركيا وروسيا في المقابل استبعد بعض الخبراء لفرانس ديفي فرضية اندلاع حرب مباشرة في ليبيا واعتبروا أن رسائل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سياسية أكثر منها عسكرية بعد دخول المغرب على خط الأزمة الليبية هل سنكون أمام صخيرات ثاني مع الأخذ بالمبادرات الأخيرة من قبل دول الجوار؟ عادت المملكة المغربية إلى المشهد السياسي الليبي من خلال اتفاق صخيرات نفسه وقد تجل ذلك في استقبالها طرفين أساسيين من أطراف الأزمة الليبية رئيس مجلس النواب عقل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري هذه المعطيات ترجح موقف المغرب في لعب دور الوسيط بين فرقاء الأزمة خلال الأيام القادمة عبر توجه نحو تعديل الاتفاق مع الأخذ بالمبادرات الأخيرة الصادرة من قبل دول الجوار وأطراف غربية معنية بالأزمة الليبية وكان ينظر إلى اتفاق صخيرات على كونه قادر على حل الأزمة الليبية إذا تم تنفيذ جميع أحكامه خصوصا تلك المتعلقة بالترتيبات الأمنية وإنهاء مشكلة الميليشيات وبعد مرور خمس سنوات يضغط المغرب من أجل اتفاقية جديدة قد تكون صخيرات اثنين فوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا الذي التقع على حدة كل من عقيل صالح وخالد المشري اعتبر أن المؤسستين الشرعيتين في ليبيا وهما المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي المنعقد في طبرق هما الطرفان الأساسيان في أي حل مستقبلي في ليبيا ولهما الإمكانات للاتفاق على حل بعيدا عما وصفها بالأجندات الخارجية معتبرا أن الإيجابي في مبادرة صالح أنها جاءت من الداخل الليبي هقد سفير الاتحاد الأوروبي ألين بوجيا أمس اجتماعا افتراضيا مع ممثلي مجلس منطقة فزان وقال بوجيا تعقبنا للقاء لقد شجعتني جهودهم الرامية إلى تحقيق المصالحة وإعطاء صوت موحد للمنطقة معتبرا أن التحديات التي يواجهها أهالي فزان تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي حسب بيان للبعثة الأوروبية منشور على فيسبوك عقد سفير عفوا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز بخثت مع وزير الدولة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيميس كليفرلي الأزمة الليبية وقالت البعثة في بيان إن لقاء ويليامز مع كليفرلي كان مثمرا جدا لافتة إلى إعراب ويليامز عن تقديرها لدعم المملكة المتحدة المستمر لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر إيجاد حل سياسي شامل تعى السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة جهود الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتيريش لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال قبل خمسة أشهر تقريبا واعتبر ديبلوماسيون أن الولايات المتحدة تريد الآن تقسيم الدورة لجعل شخص واحد يدير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشخص آخر يركز على التوسط من أجل السلام في البلاد قال نايب الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي أندريا أورلندو إن عدم تناصق سياسات دول الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا أدى إلى تفاقم الأزمة الليبية ونقلت وكالة أكي الإيطالية عن أورلندو القول إن العديد من المشاكل الليبية نتجت أيضا عن كيفية تحرك أوروبا بطريقة غير متناصقة الأطراف وباستخدام استراتيجيات مختلفة نتوقف قليلا مع الإعلام ثم نتابع نشر وفيها أوكرانيا تحذر إيران بشأن الطائرة التي أسقطتها أهلا بكم من جديد رصدت دراسة وجود فيروس كورونا في الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالداء بكميات كبيرة جدا مقارنة بالمرضى الأكبر سنا وتثير تلك النتائج تساؤلات شدية بشأن ما إذا كان صغار يمكنهم نقل عدوى كورونا إلى الآخرين يواصل فيروس كورونا انتشاره المتسارع في الولايات المتحدة وبعض دول العالم الأخرى خصوصا إسبانيا التي عادت ملامح القلق لتخيم عليها من جديد وسط تحذيرات من احتمالات أعلى لنقل الأطفال العدوى وقالت السلطات الصحية الأمريكية إن إجمالية عدد الإصابات ارتفع إلى 4.405.932 وتحتل الولايات المتحدة الصدارة العالمية من حيث التأثر بفيروس كورونا على صعي ضي الوفيات والإصابات وفي إسبانيا عاود الفيروس الانتشار بأسرع وطيرة منذ إبريل الماضي مقوضا الرواية الرسمية بأن العدوى تحت السيطرة ونصح الدول الأوروبية أخرى من بينها فرنسا بعدم السفر إلى مناطق إسبانية معينة وفي آخر البحوث المتعلقة بالموضوع أظهرت دراسة وجود كميات كبيرة من الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال دون سن الخامسة مما أثار تساؤلات جديدة بشأن نقلهم العدوى وتشير البيانات إلى أن الأطفال ينقلون العدوى بنسب ضائلة ولم تجد التقارير المبكرة أدلة قوية على كون الأطفال مساهمين رئيسين في نشر الفيروس من جانبه حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الشباب من أنهم ليسوا بمنأة عن خطر الفيروس في حين أنهم يتعاملون في بعض البلدان باستخفاف حياله مما يؤدي إلى زيادة معدلات انتقال الفيروس كشفت وسائل أعلام إسرائيليان الجيش الإسرائيلي تلقى أمراً بضرب أهداف لبنانية معينة في حال قام حزب الله بتنفيذ هجوم انتقامي ضد إسرائيل وأوضحت أن لبنان سيرى رداً إسرائيلياً غير مسبوق ضده يستهدف البنى التحتية ومنشآته الحيوية أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبة ناكيا فست الجو إلى الخطة باء في حال فشلت المفاوضات بشأن التعويض لأهل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بالقرب من طهران في يناير الماضي وقال إن الخطة ألف هي مفاوضات مع إيران لحل جميع القضايا ودفع تعويضات أما الخطة باء فيتوجه إلى المحاكم الدولية وتقديم إيران إلى العدالة لتدفع جميع التعويضات اللازمة هذا وأعلن نائب وزير الخارجية الأوكرانية في وقت سابق أنه تم فك شفرات مسجلات الطائرة الأوكرانية بنجاح على الرغم من الأضرار الخارجية قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامناء الجمعة إن بلاده لن تبدأ محادثات مع الولايات المتحدة تعود بالنفع فقط عن دونالد ترامب مؤكدا أن سياسة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي فشلت وقال المرشد الأعلى في خطاب متلفز لا شك في أن العقوبات جريمة وهي ضربة من الولايات المتحدة إلى إيران قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذنور إن مصدر الانفجار في منشأة ناطنز داخلي ولا يمكننا الإعلان عن تفاصيله في الوقت الراهن وفي وقت سابق أكد عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن حادث ناطنز ناجم عن اختراق أمني دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل من جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز إن سبب الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في المفاعل كان عملية تخريب نظمتها إسرائيل باستخدام عبوة ناسفة رفع مجلس الشيوخ الإيطالي الحصانة البرلمانية عن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابط اليمني المتطرف ما يمهد لمحاكمته في قضية منعه دخول المهجرين إلى البلاد أثناء وجوده في الحكومة ومن المتوقع أن يواجه سالفيني عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما وعلق على القرار بالقول إن حماية إيطاليا ليست جريمة نتوقف من جديد مع الإعلان ونتبع النشر وفيها غواصون يعملون في اليونان لإنقاذ الحياة البحرية أهلا بكم من جديد جهود جبارة يبذلها غواصون في اليونان حفاظا على البيئة سواء عبر إنقاذ الحيوانات البحرية أو حماية البحر من التلوث قام الغواصون بإزالة نصف طن من معدات الصيد المهجورة التي تغطي غواصة بريطانية غريقت قبالة جزيرة يونانية عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية كما أزال حطام صفن أخرى لحماية السلاحف البحرية الضخمة والدولفن والفقمة شبكات الصيد المفقودة المعروفة باسم شبكات الأشباح الملفوفة حول حطام الصفن غالبا ما تتحول إلى مصائد موت للحياة البحرية وتشير التقديرات إلى أن ملايين الحيوانات المحاصرة في شباك نيلون تموت كل عام وفق لمبادرة البحار الصحية التي نظمت العملية سيتم إعادة تدوير 500 كيلو جرام من الشباك المستردة إلى جانب نفايات نيلون الأخرى واستخدامها لإنتاج الجوارب وملابس السباحة والسجاد والآن إلى صفحة الاقتصادية مع ميرا مطر مساء الخير ميرا مساء الخير وليد أهلا بكم إلى نشرة الاقتصادية أوضحت شركة إني الإيطالية للطاقة أن أعمالها تأثرت بتراجع أسعار الطاقة وبفيروس كورونا حيث انخفض إنتاجها اليومي بنسبة 6.6% في الربع الثاني للعام الجاري بسبب الأوضاع في ليبيا وأفادت الشركة أن إنتاجها وصل إلى 1.71 مليون برميل يوميا وأشارت إلى أن مستوى الانخفاض في الإنتاج في خلال النصف الأول من العام الجاري كانت نسبته 5.1% كشف وزير البترول المصري أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التي تم تنفيذها في خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف أثار أزمة فيروس كورونا وأقال أن قطاع البترول نجح في إنهاء 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز في الصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر حيث وافق البرلمان مؤخرا على الاتفاقيات وجار الأعداد لتوقع النهائي مع الشركات الأجنبية الفائزة في المناطق أعلن الرئيس التنفيذي لمصرف HSBC في مذكرة للموظفين عن المصرف البريطاني تعهد بمضاعفة عدد موظفه السود في المناصب الإدارية بحلول عام 2025 وعقب حركة بلاك لايفز ماتر بدأ المسؤول مناقشات مع موظفه السود لفهم مخاوفهم بشكل أفضل وسماع اقتراحاتهم هبطت أسعار النفط إذ تأثرت سلبا بمخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيوس كورونا في أنحاء العالم قد يهددوا تعافيا في الطلب على الوقود في الوقت الذي يبدأ فيهم منتجون كبار زيادة الإنتاج وهذه هي أسعار المعادن الأخرى بعد حالة من الارتفاع المفاجئ شهدت السوق الموازية تسجيلة دينار الليبي ارتفاعا أمام العمولات الأجنبية حيث صعد أمام الدولار واليورو والجيني الاستليني وماذا في البرصات العالمية والآن نبقى مع الصفحة الرياضية صعد فولام إلى نهائي ملحق الترقي للدور الإنجليزي الممتاز رغم خسارته بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه كاردف سيتي بعد أن تفوق على منافسه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المبارتين ليحصل بذلك على فرصة للعودة للدور الممتاز بعد موسم واحد في الدرجة الثانية وسيتقابل فولام في النهائي على ملعب ويمبلي الأسبوع المقبل مع منافسه المحلي برينفورد الذي هزم سوانزي سيتي بنفس النتيجة في مجموع المبارتين بعد الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الإياب ما زلنا مع كرة القدم حيث قالت السلطات السويسرية أن تحقيقات جنائية بدأت بحق جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب تعاملات بينه وبين المدعي العام السويسري مايكل لوبر وبحسب السلطة المسؤولة عن الادعاء العام في سويسرا فإن المدعي الخاص شتيفان كيلر الذي يعين الشهر الماضي لمراجعة شكاوى جنائية ضد الرجلين وآخرين اكتشف وجود مخالفات جنائية محتملة تتعلق باجتماعات إنفانتينو ولوبر وقالت سلطة للدعاء في بيان إن الأمر يتعلق بإساءة استخدام السلطة وإفشاء أسرار رسمية ومساعدة متلاعبين والتحريض على هذه الأفعال وقال الفيفا في بيان إنه سيتعاون بشكل كامل مع التحقيقات فيما نفى الرجلين ارتكاب أي مخالفة نختتم جولتنا مع إعلان فريق ريسينج بوينت المنافسي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أن سائقه المكسيكي سيرجو بيريز سيغيب عن جائزة بريطانيا الكبرى يوم الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا وأوضح الفريق الكندي أن بيريز في حالة طيبة بدنيا معنويا وهو أول سائق يصاب بالفيروس منذ انطلاق الموسم الشهر الماضي كما أعلن الفريق أن الألماني نيكو هولكنبيرغ سيشارك بدلا منه والآن إلى الكاريكاتور نعتذر على عدم عرض الكاريكاتور ونأتي إلى ختام النشرة في الختام لابد أن نتوجه من جديد بمعايدة بمناسبة عيد الأطحى المبارك تصبحون على خير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر